مرة تانية اهلا بحضراتكم اللي هتشوفو في السادسة دلوقتي بيعملو مستر بيتسو موسماني يعني مستر بيتسو موسماني بيجيب الجهاز الفني يجيب مدرب الاحمال يجيب محل الاداء يجيب المدربين المساعدين ويعودوا كده يحضروا لكل مباراة خصويا لما تكون مباراة مهمة بحاجة من نهاية السوبر الافريقي ويشوفوا شكل فريق اللي بيتعاملوا معايا ارقامه ايه مواطن القوة مواطن الضعف وبناء عليها بيحط مستر بيتسو موسماني يتصوره ازاي الاهلي هيلعب المباراة احنا بنقدم لحلالكم نسخة السادسة بقى نهارده نتكلم على نهضة بركان ارقام معدلات الاداء شكل وطريقة اللعب طريقة تفكير مدير الفني لنهضة بركان اخوان بيدرو بن علي مواطن القوة مواطن الضعف الفريق واللي ممكن نادي الاهلي انه يستغلها سواء فيما يتعلق بالقوة ازاي نوقفها او مناطق الضعف ازاي نستغل لها وما دمنا بنتكلم على ارقام وتحليل اداء ومعدلات اداء يبقى لازم يشرفنا الحقيقة اتنين من الزمل اللي انا بعتز دايما بوجودهم معنا في السادسة وبتشرف بوجودهم معايا محل اداء رقمي دكتور احمد سابت بس اخيري دكتور احمد واهل ما سهلا بحضرتك معايا بس اخيري دكتور احمد واهل ما سهلا بحضرتك وبشرفني كمان زميل عزيز كريم سعيد رئيس تحرير يارلا كورا اهلا بك يا كريم اهلا بك يا احمد ومستر خير لكل مشاهدة قبل ما ندخل بس في الارقام والتفاصيل يعني انا كنت بقول للجمهور في بداية الحلقة انه الحلقة دي فيه تلات وجهات نظر بتشوفها وجهة نظر الجمهور بيشوف انها مباراة سهلة وبطولة مضمونة للنادي الاهلي ان شاء الله هكذا نتمنيها وجهة نظر الجهاز الفني اللي بيشوف انه مطشوات خروج المغلوب او البطولة اللي بتحصل من مباراة واحدة بتبقى في منطقة الصعوبة وملهاش حسابات وبتدوب فيها الفوارق ووجهة نظر لعيبة اللي في النهاية بتشوف المباراة دي مستوى معين من الجدية ومستوى معين من الاداة ومستوى معين من التركيز طول 90 دقيقة مباراة بين 11 راجل في الملعب 11 راجل في الملعب انتو بتشوفوها ازاي هبتيل الدكتور احمد فضل انا بشوفها طبعا بطولة يعني مباراة بطولة من مباراة يعني حاجة مهمة جدا ان انت تزود دايما عدد بطولاتك خاصة البطولات اللي بتبقى من مباراة واحدة دي تبقى مهمة جدا يعني بتكسب بطولات النهاردة عدد البطولات الكراية بتاع النادي الاهلي 21 بطولة كراية النهارostat لو اختت البطولة دي ان شاء الله هتبقى 22 فارق ا4 بتقرب اكتر من ريال مادريد اللي هو الاكتر على مستوى العالم ريال مادريد واخد 26 بطولة النادي الاهلي ان شاء الله لو اختها بابقى 22 تحتك بوكا جونيور بتزود الفارق بوكا جونيور والميلان تمنتاشر الميلان اللي رجع خلاص لدورة ابطال اوروبا تاني بقى تمنتاشر وبالتالي دي بطولة مهمة جدا الحاجة التانية برضو بتزود عدد بطولاتك في السوبر الافريكي انت ست مرات المرات دي هتبقى السبعة تحتك الزمالك اربعة فبتزود الفارق معا اكتر بالتالي انا دائما انت الفريق الوحيد دكتور احمد اللي خدت السوبر ده مرتين متتاليتين مرتين. صح. انا فيش حد عمل الانجاز ده. اعتقد فيه فريق واحد ان ينبع اعتقد الفين واربعة الفين وخمسة. اه. اخد البطولة مرتين. اه او مرتين متتاليتين. بس مرة واحدة انت عملت ده مرتين قبل كده. وخليه ده لحضرك برضو ان احنا كنا وصيف مرتين. اه. يعني مرة سنة اربعة وتسعين ومرة الفين وخمستاشر. يعني البطولة اللي بتبقى من المباراة واحدة دي بتبقى مهمة جدا جدا جدا. وبتزود عدد البطولات الكرية وان شاء الله ان شاء الله كن من نصيبنا باذن الله كريم طيب بص يا عمد المباريات اللي هي البطولية من المباراة واحدة دي تبقى صعبة جدا ليه؟ من هي انت ما بتقافش على مستوى الفريق كسيزن صعب انت بتتكلم على ان اللعبة ممكن مثلا زي مثلا المسلا اللي معنا نهض البركان نهض البركان السنة دي فريق مختلف تماما على الفريق اللي احنا شفنا نسخته قدام بيرامد والفريق كمان اللي احنا شفنا نسخته قدام نادي الزمالك رغم رغم ان الفريق محافظ على 80% من القوام الرئيسي له لكن انا مشكلتي في المطشاط دي ان اللعبة اللي بينزيله قدامنا قدامنا للأهلي بيبقوا عارفين ان العالم العربي والعالم الافريق كله ودولة كبيرة زي دولة مصر مهتمة من مبارا دي فبينزيلوا باقصى اقصى جهدة عندهم نهض البركان الناهض الربما يكون في المركز التاسع في الدولي قدم موسم سيء جدا لا تتخيل كم مهائل من المشاكل الادارية اللي بتضرب للفريق للدرجة طبعا هنتكلم عنها طبعا للدرجة اللي خالت اه لاعب زي محسن ياجور يتم توقيع غرامة عليه اكبر غرامة في تاريخ النادي بنتكلم اه 35000 دولار يعني حوالي مليون جنيه نص مليون جنيه مصر ويحصل في مشاكله حتى هو في المباراة الاخيرة كان في كزا مباراة قاعد عالدك ما لعبش اساسي ايه فلاك انت تتخيل ان كل الظروف دي ما قداش انا احطها في الحسبان في ماتش يوم الجمعة ماتش في الجمعة ده سيناريو تاني خالص حاجة تانية خالص اللعيبة كمان هيك في نهضة بكان زي متى افضلت قلت في الانترو اعمارهم كبيرة فدي اخر فرصة ليهم عايزين يسطروا تاريخ ليهم محسن ياجور نفسه عنده اركام كواسية نفسه يطورها وحتى برضو زهيل العروبي حرس المرون برضو عنده بعض اركام كواسية بالنجاح للنادي الالي في النهائي طيب نبتدي الاول بتشكيل فريق اه يعني يمكن بما انه زي ما انتم تفضلت وقلتوا انه الفرقة وحضرتكم عارفين الفرقة دي لعبة الزمالك في المناسبة قبل كده في كوفيدرالية برضو والسيزن الاخير السيزن اللي هتا وجد فيه بطولة الكوفيدرالية وجهة في النهائي وتغلبت عليه فبالتالي يمكن تكون الجماهير الكرة في مصر عارفة بعض اللعبين من فرقة نهضة بركان خلينا نشوف اخر تشكيل ليهم او ممكن يكون التشكيل المتوقع ليهم في مواجهة النادي الاهلي في مباراة يوم الجمع فضل لدكتور طبعا هو هناك احتمالين يعني فيه احتمال اولا طريقة اللعب ممكن يلعب خمسة تلاتة اتنين خمسة بتلاتة طبعا في الخط الدفاع بحيث ان هو يأمن هو لعبها في بعض المباراة وممكن اربعة تلاتة اتنين واحد برضو هيبقى فيه تلاتة ارتكاز يعني المهم انه بيبقى فيه لبرو مع الاتنين المساكين بيغطيهم في حراسة المرمى زهير العروبي وده قبل كده اخد دورة ابطال افريقيا مع الوداد واخد الكونفدرالية مع نهضة بركان وبالتالي حارس عنده خبرة ستة وتلاتين سنة عكس الحارس التاني اللي هو حمزة اللي هو اللي هو يعتبر حارس اللي هو كان الاساسي ولكن نتيجة لقصرة اخطائه بدأ يعتمد على الحارس الخبرة اللي هو زهير العروبي نيجي للتلاتة المدافعين دايو اللي هو من بوركينا فاسو ده مدافع مميز جدا في الالتحامات الهوائية اسماعيل المقدم اللي هو ناحية الشمال خمسة عشرين سنة اسماعيل المقدم ده يعتبر من واحد من افضل المساكين في الفئة دي وحدك استعرضت ارقامه مميز جدا في الالتحامات بيعتمدوا عليه جدا في تحضير الهجمة خاصة ان هم اسلوب بناء الهجمة بتاعهم اسلوب اللعب المباشر ان هم بيعملوا التمرير الطولي على طول للاتنين المهاجمين انا مشوفتوش في الملعب يا دكتور احمد بس من ارقامه كده حسيته لعيب بستايل بدر شوية يعني قريب شوية من اسلوب بدر او طريقة لعب بدر اهو قريب بس طبعا مع الفارج بدر افضل كتير انا بشبه دايما عشان اقرب الصورة للناس هو طبعا من ناحية الالتحامات الهوائية قوي في تحضير الهجمة برضو كويس حمزة الرجراج هو المدافع الايمن عمر النمساوي الباك اليمين اللي هو بيسموه باك زهير يعني بيطير لقدام دايما وبيعمل العرضيات وده كلنا عارفينه انه هو مميز جدا بالعرضيات ولعب الدرابات السابتة مصبوش محمد عزيز الباك ليفت هو القائد وعنده 36 سنة لما تبص على الاعمار في الظاهرين تحديدا 30 سنة و36 سنة اعمار كبيرة ودي لما نستعرضها في الحالات هنعرف المشاكل الدفاعية اللي بيتواجههم رغم انه عمر النمساوي ده قوة هجومية كبيرة جدا نيجي بعد كده للعيب الارتكاية يالي لو عندنا ميسر بيتسو باتدعى بطاهر وصحاوي من الوارد يعني انه طاهر وصحاوي او طاهر والشحات او طاهر والشحات ممكن يعني يستغلوا طبعا المساحات الموجودة ورا عمر النمساوي ومحمد عزيز يستغلوا فرق السن والعمرة اعتقد برضو في مصلحة عنده مشكلة كبيرة اهو محمد عزيز ده في الارتداد وهنتكلم عليها دلوقتي يعني صغرة واضحة جدا نيجي بعد كده ليه محمد فرحان اللي هو العيب الارتكاز الدفاعي بكر الهلالي هو الارتكاز الثاني وفيه العربي ناجي العربي ناجي ده احتمال يبدأ لو استغنى عن حمزة الرجراج اللي هو المساك اليمين ولعب 4 3 1 2 اللي هي الدياموند هيشيل البيتراكي وينزل وينزل العربي ناجي ده برضو عنده 30 سنة او بكر الهلالي برضو 33 سنة نيجي الزايد كروش اللي هو صانع الالعاب بتاعهم اللي هو رقم عشرة والمميز بلعب لضربات السابتة ولسه جاي بجون من حوالي ماتشين بدربة سابتة نيجي للاتنين المهاجمين حمدي العشير وإبراهيم البحراوي إبراهيم البحراوي ده هداف الدوري المغربي السنة اللي فاتت وهما جابوه عم يعتبر بالنسبة لهم صفقة كويسة حمدي العشير هو هداف الفرقة في الدوري هما الاتنين دول هما المهاجمين الأخطر عكس محسن ياجور طبعا مهاجم برضو رجله دايما فعال عن نادي الأهلي يعني سجل قبل كده في النادي الأهلي في أكتر من فرقة ولكن محسن ياجور أعتقد أنه هيكون ورقة ربحة في الشوت التاني نظرا لكبر سنه ورصيد خبراته برضو ورصيد خبراته طبعا أما إبراهيم البحراوي وحمدي العشير هما اتنين فرودة دايما بيعتمدوا في بناء الهجمة على التحضير اللعب المباشر إننا دايما من خلال إسماعيل المقدم وعمر النمساوي لازم نعمل ضغط عليهم سواء إسماعيل المقدم أو عمر النمساوي أهم اتنين في بناء الهجمة دايما بيعملوا التمرير الطولي لإبراهيم البحراوي وحمدي العشير عشان أبدأ أنزل الكرة اللي هي الكرة التانية فدور النهاردة دور مهم جدا للهجوم في عملية الضغط العالي على إسماعيل المقدم هما بيرتبكوا جدا بالضغط أسهل حاجة أن أنت تضغط عليهم هتغلطهم لكن طبعا عندهم زي ما قلنا عمر النمساوي مماز قوي 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 ونتكلم عليه دلوقتي في الحالات الفنية في لعب الضربات السابق قبل ما نيجي للحالات الفنية خليني أروح لكريمة أسألك على حاجة ممكن تبعوا بشواطحة للجمهور إحنا تبعنا الفريق ده قبل كده وشوفنا القرى اللي بيلعبها وكان فريق حتى لما كان معهم لابا كوجة قدموا الأفريقي واحد من مهاجمين الحقيقة للمحترمين جدا كنا شايفين فريق متماسك وفريق قوي ورغم تواجد أغلب العناصر اللي كانت موجودة في نسخة نهضة بركان بطل الكونفيدرالية في الفريق اللي احنا بنكلم عليه النهاردة إلا أنه الأرقام ومعدلات الأداء ومستوى الفريق وترتيبه ضعيف جدا إيه سبب التراجع من وجهة نظرك برضو حتى فكرة تقدم السن دي ما هي يعني يعني مش موسم اللي يحصل فيه إنه الكيرف ينهاركت شوف يا حمد ده أهم سؤال الناس بتسأله على السوشيال ميديا إيه اللي خالي نهضة بركان اللي وصل فاينال كونفيدرالية في سنتين وارا بعد السنة دي يخرج من دور المجموعات للكونفيدرالية في احتل المركز التالت يعني طبعا شبت القبائل هو لتصدر والقطن الكاميروني لكن في وجهة نظر القطن الكاميروني غير القطن الكاميروني نديل أهلي لعبه في فاينال 2008 الفريق استهلي جدا جدا من انت تكسابه وتعديه كمان هو ياخد منك بضغط التراشح ده كان أمر صعب جدا على الفريق حتى برضو هم خسروا من كابسا يونايتد فريق يعني متواضع جدا جدا في أفريقيا مولوش اسم كبير والخصارة دي هي اللي ضيعت عليهم فرصة التقايا المشاكل حصل نهضة بركان هو جيد نظري هم أمرين الأمر الأول هو الشك الإداري إن إدارة نادي نهضة بركان واضح إن هي يعني شدت الحزام بشكل كبير جدا بعد ما كسبه الكونفادرالية قدام برمز مبقاش فيه أي دعم للفريق مرتبات اللاعبين اتأخرت كتير جدا 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 وحصل المواقف اللي أنا قلت لك عليه إن هو بتاع محصن ياجور كان قبل مباراة في الدوري اكتمع بمجموعة من الجماهية بالنادي نهضة بركان وكانوا بيتكلموا في مشاكل الفريق فمحصن ياجور زي كده عالف العادة اللي عنده لات مصر الوقت على كلاب هاوس فيه ممكن مسؤول يخش كلاب هاوس فيحس يعني إن هو إيه قاعد مع صحابه على القهوة فهو راح قاعد يتكلم براحته فنفس الأمر حصل مع محصن ياجور وبدأ يتكلم وبدأ ينتقد الإدارة والكلام ده تصور في فيديو وبعض من جميع نهضة بركان حطت الفيديو على السوشيل ميديو وقد كانت وقد كانت بعد يه على طول نهضة بركان طلع بيان رسمي ضد محصن ياجور ووقع عليه الغرامة 35 ألف دولار أكبر غرامة بعد تصوشيل ميديو صغيرة كده بس 35 ألف دولار في الوش لا بالنسبة طبعا مبلغ كبير والله بالنسبة لأي حد يعني في رقم يعني فحصلت المشكلة دي ومحصن يجوه برضو دفع تمن الغلطة دي فنيا إن بعض مبالدة حتى مجرد أخيرة اللي تعادلوا فيها سلبيا كان قاعد على الدكة وبدأ في حمد العشير وبدأ إبراهيم بحراه تمام هما الجزء التالي في وجهة نظري لا العمل السن عمل السن هو في مراكز مهمة في الملعب وخليه برضو نشرح حاجة للسادة المشاهدين عشان إحنا ما بنقولش ده تشكيل متوقع لنهضة بركان يوم الجمعة ولكن بنقول ده تشكيل الأخير من اللاعبه بيه ولكن في وجهة نظري الشخصية في بعض التغييرات هتحصل عليه أول تغيير هيحصل عليه نص الملعب صعب هتلاقي فرحاني والهلالي في نص الملعب اتنين سنهم كبير فيه لعيب عندهم ألان تراولي لعيب وورك ريت بتاعه عالي جدا 23 سنة صغير لجنسيته ايه؟ اعتقد ان هو كيني بوركيني 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 ألان تراولي بوركيني واعتقد ان هو 23 سنة هيبقى واحد من ارتكاز نص ملعب نادي نهضة بركان عشان وورك ريت عنده عالي جدا جدا وبيقدر ان هو يغطي مساحات كبيرة جدا نقطة التانية اللي لازم اخديه بلا منها ان عمر النمساوي بتاع النادي الزمالك وبتاع بيرامدز مش هو بتاع دلوقتي ليه؟ لان النهاردة معدل الجالي بتاعه في طريق 3-4-3 غير معدل الجالي بتاعه في 4-2-3-1 وهي الطريقة اللي في وجهة نظر الشخصية رب هو يكون الاقرب ليه؟ ان هو هنا في قدام النادي الاهلي اكيد هيحتاج يكون فيه اتنين في الامناطق الفاضية قداننا دي على الاسكرين يغطوا مع اللي عندهم اللي احمد قال انا ما عنديش شك انه ارقام الخاصة بفرقة نهضة بركان هتبقى فيه خلفية اخوان بيدرو وهو بيفكر انه رايح يقابل نادي الاهلي ومس بس بيقابل نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا ده بيقابل نادي الاهلي اللي من ايام بسيطة جدا متاهل لقابل نهائي النسخة الجديدة من دوري الابطال فبالتالي المباراة بالنسباله تقيلة جدا على الاهلي هيفكر فيها ازاي ممكن يلعب او يستغل ايه او يشتغل على ايه في لعبته هكلم فيكو هكلم معكو عن المدرب بتفاصيله بالفترة اللي تولى فيها بالمسؤولية ببصماته بالطريقة اللي ممكن يفكر بيها ازاي واجه مستر مسلماني بس خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لكم مرة تانا مش خايفين من الاهلي وجايين عشان نحق علاقها بالبطولة ده التصريح الاهم وتصريح مقبول وتصريح منطقي حتى وان كان من وجهة نظرنا مش وقاية وكل الارقام وكل الاحصائيات وكل الخبر والمحللين ده والمحللين بيأكدوا طبعا فرص النادي الاهلي نتكلم على الورق ده قصة تانية غير التسعين دي فرص النادي الاهلي طبعا هي الاكبر والارجح لكن ده كلام اخوان بيدرو المدير الفني اللي نهضة بركان اللي هنعرف حضراتكم عليه واللي حتى مع تولي المسئولية ما قدرش انه يعني يحط البصمة او يقدم المرضود اللي يخلي نهضة بركان يحاول على الاقل يرجع لشكله او مستوى اداءه الطبيعي اللي احنا شفناه منه في اخر موسمين مرة تانية برحب بحضراتكم كريم خلينا نبتدي مع اخوان بيدرو تعرفنا عليه كده مدير فني اسباني تولى المسئولية بعد السكتيوي وممكن يعني حتى لما كنت بتكلم مع الزملة في المغرب قالوا لي انه ما قدرش يقدم اوراق اعتماده بالشكل الكافي لجماهير نهضة بركانة هو طبعا اخوان بيدرو اتعين في مارس الماضي خلفا لطارق السكتيوي اللي كان يكسب معاهم الكنفدرالية السنة اللي فاني قدام كان عمل فرقة مخترمة جدا 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 الفضلية تحت الزمالك يعني هم حتى في طولة الماضي الزمالك كاسبها كانوا مقدمين مستوى جيد جدا وكان طبعا الاعمار اقلب كتير اخوان بيدرو بصراحة كان مدير فني سابق لحسنية اغادير وعدد من الانداف المغرب هو مستعب ما جه ما قدرش بصراحة ان هو يحقق نتائج تقول ان انت فعلا عوض الفترة الجيدة طريق السكتيوي بصراح في بدايته كان ارقامه جيدة جدا بنتكلم من الراجل في 18 مارس اتعين لعب 14 مباراة ما بين 10 في الدوري و 4 في الكونفضلية العلما ان هم لعبوا في الدوري 18 اسبوع فاسفة 4 اتعادل في 5 خسر في 5 يعني بنتكلم نسبة اقل من 50 في 100 في الاخصار هو مجاب الثقة دي كلها من ايه لا بص طبعا الراجل بيتكلم عن عامل نفس ان هو عائل طبعا 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 ان ربما يوم الجمعة اذا حقق ان شاء الله بازن الله يعني انتيجة سلبية هيلاقي نفسه مفيش مدرب هيقول لفرقيته احمر يرحيل نخسر طبعا 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 manually يعمل على ناحية نفسية صحيح عشان يعوض ممكن الناحية الصحية صحيح الفريق معاه احرز 11 هدف 14 مباراة وبالتالي المعدد الاقلى من هدف المباراة واحدة استقبلت شباكه خمستاشر هدف اربعتاشر يعني كل مباراة فيه هدف وزيادة وبالتالي بيبقى لنا انه البركان عنده بعض المشاكل في الدفاع وعنده بعض المشاكل في الهجوب لكن تاني كل الارقام دي في مجموع موسم ملوش علاقة بان احنا هنلعب مباراة واحدة طبعا طبعا مفهو طيب خليني خليني احاول اوصل مع حضراتكم للملعب يعني اه التسعين دي ايه اللي احنا بنتكلم عليهم زي ما اتفقنا في النهاية حداشر لعب هيوجه حداشر لعب ده ملوش علاقة باي مقدمات وملوش علاقة بتواريخ وملوش علاقة بارقام اه ومستويات اداء بيقدمها الفرقاتين في موسم والدروس كتير قوي التاريخ ادها لنا قبل كده بس خلونا نحاول نقرأ طريقة لعب اه اه نهضة بركان نشوف مع دكتور احمد كده شوية حالات يعني يقربونا اكتر من طريقة واستوب لعب نهضة بركان طبعا اول حاجة في رئيه نهضة بركان طبعا هو التاسع في الدوري المغربي اه زي ما قلت لحضرتك هو سهل جدا ان انت. بركان للي ما عرفوش هو اللي بيلبس البرتوقاني. البرتوقاني اه. اه. الضغط العالي عملية الضغط العالي لما تعمل عليهم ضغط عالي اهم حاجة ان انت تضغط عليهم ضغط عالي لان هم بيرتبكوا جدا وبيغلطوا. ادي المدافع بتاعهم هيطلع الكرة. طبعا هم ضغطين الفريق الفاتح الرباطي. ضافت بواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. خمس لعيبة. ده نص ملعب نهضة بركان. اه نكمل السرعة اللي بعدها على طول. هنلاقي بص الكرة قطعت. ايوه الكرة قطعت اي منهم. هتروح للي هنا هيلعبها فين. نكمل السرعة اللي بعدها. بص صحيح بص بقى كرة قطعت ايه. تمام? بص المساحات الموجودة. الهافيس بيس. مشكلة نهضة بركان فيه انصاف المساحات ما بين المساك والباك. المساحة ديت اهم حاجة عشان تكسب نهضة بركان. لازم تستغلل المساحات ديت. مهم جدا. بص الكرة لعبت فيه المساحة. عندهم طبعا زي ما قلت لحضرتك الباك اليمين والباك الشمال اعمارهم كبيرة. كبيرة. فسهل ان انت تعمل تمرير طولي في خلفهم. بالذات في انصاف المساحات اللي هي المساحات اللي بيتحرك فيها. ممكن جونيور اجاييه. ممكن الشحات. ممكن طاهر. ممكن صلاح محسن. يعني شفنا مسلا صلاح محسن في مبارات الزمالك ومبارات سانداونز. قدر ان هو يستغل المساحة دي ويسجل. هاي. فتقدر ان انت تسجل من خلال هنكمل الصورة اللي بعدها. وشريف برضو يعني بتجد الشريف في الحالة دي ممكن يبقى ليه دور انه يوسع او ينزل. شريف دوره ان هو ياخد المدافعين معاه لتحت. اه. ويفضي المساحة اللي هي انصاف المساحات دي شريف ده. للاطراف. اه. ده برضو دخل اهو في المساحة الفاضية وقدر ان هو يسجل هدف. الحالة اللي بعدها. ده المشكلة. دي اول مشكلة. المشكلة اللي هي انصاف المساحات. مهمة جدا ان انت تستغلها. المشكلة التانية عندهم في الدفاع هي المساحات الموجودة وراء الباك الشمال محمد عزيز. نبص على ده هدف برضو محمد عزيز تم اختراقه من الجابهة دي. وتلعبت بالعرض وجات جون. ازا الجابهة دي مهم جدا ان احنا نستغلها. اللي هيبقى فيها ايا كان بقى حسين الشحات. اه طاهر محمد طاهر. محمد هاني. لازم يعمل عملية الزيادة ويكمل في المساحات الموجودة وراء محمد عزيز. نبص برضو على الحالة اللي بعدها. بص محمد عزيز واقف. ودي المساحة. ده دي مبارات الوداد المغرب اللي خلصت اربعة سفر. اتلاعب برضو من في ظهره. ليه لعب الوداد. نفس الكورة. محمد عزيز برضو. محمد عزيز لقم تسعة وعشرين. اه. نكمل برضو. الصورة اللي بعدها. بص لحظك ده نفس اللعبة محمد عزيز واقف finish? نفس الكورة. برضو في المساحة. نفس يعني ده دي فيها المشكلتين. دي واقفة غريبة جدا. دي واقفة غريبة جدا. فيها مشكلة انصاف المساحات. يعني انصاف المساحات. يعني المساحة ما بين المساك والباك. هى الهابث سبس اللي هنا. تمام? والحاجة التانية مشكلة الaczionaloir انه هو واقف مغطة التسلل. هي هي يعني الفيها المشكلتين. اه دي كرة دي كرة مش مش كرة واضح انها مش كرة. لا مش كرة سابتة. كرة هي كرة مع اللعب ده. قريبة جدا البوزيشن اللي هو يعني اللي هو. احنا بس عايزين نقف عندي بقى الصورة دي يا حمد انها هي هي دي النقطة اللي كانت فيها لما كنا معانا مشكلة نهض البركان لما يلعب بتلاتة ورق هم مساحتين دول على الاطراف. لو خدنا بالنا هنلاقي منافس نهض البركان. في الحالة اللي معانا دي عمل للملعب. اللعيب واخد طرف الملعب بعد خط. نهض البركان عشان الاعمارة السنية عنده عالية صعب جدا جدا ان هم يفضلوا رايحين جايين من عنده. خط الملعب لغاية عمق الملعب. عشان كده خدنا بالنا مسلا. عن ناحية التانية لو في اي لعب طاير من الجابهة الاخرى انت بتتكلم على كرة انفراض هتتلعب بكروس عرضي عقبال انت ما تاخد قرار انك تحول نظرك وتحول جسمك وادائك من من داخل الملعب عشان تمنع الكرة العرضية مش هتلحق. وبالتالي نقطة مهمة جدا لنا محتاجين نحن. يبقى الاطراف. اه اجادة استخدام الاطراف. لازم عندنا ان شاء الله طبعا اكيد بإذن الله الجهاز الفن واخد برهم الحتة دي ان يبقى فيه دايما ضغط على اطراف اه فارقة نهض بركة القاعدة بتقول كل ما انت بتلاعب فريق معدل اعماره عالي لازم تخليهم يجروا. من كلامكم وانتو بتتكلموا على طريقة اللعب وانتو بتتكلموا على المدير الفني والارقام اللي احنا استعرضناها شايف انه الاقرب او السيناريو الاقرب انه اه نهضة بركة يبتدي الموتش راجع الورا. ما ام من ورا اكتر ما فكرة انه ياخد المبادرة او يبادر نادي الاهلي بالهجوم. تتفقوا معي ولا تختلفوا في النقطة ده بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة اكيد هو هيعمل حساب كبير جدا لنادي الاهلي. يعني مثلا في الطريقة انا قلت احتمالين. اما اربعة تلاتة اربعة تلاتة واحد اتنين. اما خمسة تلاتة اتنين. هو النهاردة هو في الموتش ده مثلا لعب اربعة تلاتة اتنين واحد. اي. يعني اربعة اربعة وراهم. وادي الاتنين. ادي التلاتة الارتكاز والاتنين الاطراف والمهاجم. تمام? فهو عمل تلاتة ارتكاز هنا في المباراة دي. ممكن في المباراة النادي الاهلي يوم الجمعة يلعب بخمسة تلاتة اتنين. طبعا. فالصورة دي مهمة جدا بتوضح ان دور حسين الشحات لو بدأ او طاهر محمد طاهر ان انت ازاي تستغل لانصاف المسيحات وازاي الباك ده محمد عزيز. لعيب خبرة طبعا ولعيب قائد. ولكن كبر يعني ستة وتلاتين سنة. نبص ان تكملت الصورة. يعني الناس ركزت في الصورة دي. يعني هنا في الحالة دي كمان تهالي انه الطبيعي والمنطقي لو انت اعتمدت على الاطراف عندك او الاجناحة عندك. طبعا. انه كمان يبقى فيه دور الباكات. هاني وايمن. طبعا. تكمل لقدان. انهما يضغطوا ويكملوا عشان يخلوا كمان او يفضوا مساحات اكتر الاجناحة. ويشغلوا الباكات بتاعت نهضة بركات. طبعا لان الفريق كمان هيبقى بيدافع قدامك. اي فريق بيدافع قدامك لازم تطير الظاهرين او تقدم الظاهرين. الكرة هي كملت. بص حداك اتلاقبت محمد عزيز لسه مرجع شوجات جون. في المساحة اللي هو برضو ما بين المساك وما بين الباك. نكمل الصورة اللي بعدها. ده حتى هنا محمد عزيز رغم انه كان معلش ممكن لو ممكن كريم نرجع للصورة اللي فاتت على طول. يعني محمد عزيز اللي كان متأخر وتقريبا كان اخر لعب في نهضة بركان. يعني كان الاقرب ان هو يحاول يعمل في 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 انه يوقف الهجمة او يمنع الهدف. اه. رغم كده برضو هو بعيد جدا عن اه مهاجم اه الفريق المنافس. اه اه اه. في نقطة مهمة جدا معاد او توقيت الحالة دي امتى. واضح كده ان هي ممكن تبقى فيه. في اخر المباراة. اه. في الربع الاخير من المباراة. تماما. ودي اضبع النقطة هنتكلم عليها في التشارتس لما تيجي. تماما. فريق نهضة بركانة. هي موضوع يا احمد زي الدومن. ده انت بس ما تقنل ليش انا هشعلك في السيناريوهات. طبع. انت هتقسم لي الماتش ارباع 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 ارباع. بالضبط. وتقول لي السيناريوهات. ده لا لا مهمة جدا الناس تقفى من احنا برضو. اي. احلى حاجة في طريق بيتس موسماني مع الفرق النوعية دي ان انت بتقعد تزهقهم. الفرقة دي محتاجة لعبة استحواز. تماما. تقعد مرة الكرة وهو يحول يضغط عليه في اول فانت عملت تستنفذ الطاقة بتاعته في الجاري. عشان تنقض في الاخر. الله اكبر عليك. وده ان شاء الله بإذن الله السيناريو اللي احنا والله انا انا ان شاء الله بإذن الله اتمنها ومتفائل انه الاهلي عيسجل بدري ويقدم جيم عالي. يعني احنا بس عايزين نكسب. انا كمان شاف ان الاهلي قدامه فرصة. اه ونجوه من النادي الاهلي قدامه فرصة ان ان شاء الله بإذن الله ترجع بالبطولة. وتعمل جيم حلو. جيم يمتعنا ويطمننا على اللي جاية. انا بشوف كمان واحدة من من اهمية المباراة دي. ان ان شاء الله بإذن الله مكسبنا ليها وتحقيق السبعة. اه يريحنا شوية ويرفع من معنوياتنا واحنا راحين للمهمة جدا مع الترجي في تولس. اللي ايه. هنروح نكمل حالات مع الدكتور. الحالة اللي بعدها برضو. هنلاقي ده برضو بص حالك الهجمة المرتدة هنا. كانت مسلا في بداية المباراة. يعني كمان مش في نهاية المباراة. بص عمر النمساوي مرجعش محمد عزيز متأخر في التغطية العكسية. اه. عمر النمساوي اللي هو الباكي اليمين مش موجود اصلا. واده المساكين وقفين غلط. ده 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 احنا نتكلم على ديار بعتاشر يا دكتور. اه. اه يعني. يعني تمركز خاطئ جدا. اي. اه. عندهم مشكلة في الارتداد نتيجة كبر السن بتاع اغلب اللعيبة. عندهم مشكلة في الارتداد من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. دي مشكلة كبيرة خاصة على مستوى الازهرة. ده اللي ان شاء الله نقدر ان احنا نستغلها. طبعا. الصورة اللي بعدها برضو. هنبص نلاقي دي برضو مشكلة انصاف المساحات اللي بنتكلم عليها ان هي اهم حاجة ان هي لازم ان شاء الله النادي الايلي يستغلها. لها المساحات الموجودة ما بين الباك والمساك والسوق الارتداد الدفاعي من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية عند نهضة بركان. الصورة اللي بعدها. طبعا مش كله نقاط ضعف. اكيد هم عندهم نقط اهم نقطة كوة في نهضة بركان. دربات السابتة. هي الدربات السابتة. وملحوظة. النادي الاهلي استقبل في اخر ست مباريات او اخر سبع مباريات ست اهداف من ضربات سابتة. فده برضو حاجة دي الحاجة ده القلق الوحيد على النادي الاهلي في المباراة دي ان هم عندهم يعني الدربة الاولى دي. اه 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 بلاش فاولات حوالين منطقة الجزاء. اي. ليه? لان انت بتقابل فرقة عندها عمر النمساوي بيرفع كواس جدا عنده الاوفر مميز اوي في الدربات السابتة. الحاجة التانية برضو زيد كارروش اللي هو اللاعب رقم عشرة صانع الالعاب سجل برضو من ضربة سابتة. اذا اهم حاجة نحاول نقلل ننبح على ديانج نيبح على السلية على ايمان اشرف على هاني تحديدا. كله بعيد عن الصندوق. اه بعيد متعملش فاولات حوالين المنطقة. لان دي مصدر الدربات السابتة والدربات الركنية. اغلب الاهداف اللي سجلها نهضة بركان في المباراة الاخيرة. ضربة ركنية او ضربة سابتة. انا بس عايز اربط الحتة لي احمد برضو نقطة مهمة جدا ان احنا حظنا ان احنا في السوبر الافريكا هنلاعب فريق بيعتمد على ضربات السابتة وان شاء الله في السمي في دولة الابطال هنلاعب فريق برضو عنده اعتماد على ضربات السابتة والفول باك ستوب. نتكلم عن عمر النمساوي طبعا اهم لاعب. انا بتفتكر مع فترة نادي الزمالك. كان عمر النمساوي. ايه. الباك اليمين ويه اه لا با كودج قبل ما يروح العين. طبعا. النادي الترجي برضو نفس الفكرة. الياس شتي. وشفنا الياس شتي عمل ايه في مباراة بالوزداد الاخيرة. وحمد النقاس طبعا اللي هو كان سبب رئيسي لتأهر الترجي. فاحنا بنتكلم النادي الاهلي على يعني اه تجربتين خطيرتين فعلا. في موضوع الكرات العرضية والكرات السابتة. تلاتة من افضل الفول باكس في القارة السمراء هنشوفهم قدام النادي الاهلي خلال فترة جاية. عمر النمساوي والياس شتي وحمد النقاس طبعا اجيب مع التركي. يا حالة تانية دكتور احمد. اه. نكمل. في. في. هو عمتا بعدها. ده كريم بقى. طيب. هنا هنروح بقى للارقام بتاعت. المعدلات. اه المعدلات عشان بس نفهم النهاردة الفرقة دي بتقضي او بتشتغل ازاي. احنا بصينا على الاكس جي طبعا واحد من الارقام المهمة اللي بيقول لك الفرقة دي معدلها ادقى في احراز الاهداف بتتكلم بتاعها واحد واحد فاصل واحد وده رقم قليل جدا جدا جدا. المعدل الطبيعي او النورمال اللي استفقت عليه من واحد فاصل خمسة لغات اتنين. دي كده انت عندك نسبة عالية انك تحرز اهداف. وبالتالي النسبة دي قليلة شوية. اي. في نادي نادي بالنسبة لمبارياته. والاغرب كمان انه انه المعدل في ما تعالى بالتهديف اقل على ارضك. وابتر على اه خارج ارضك. بلزبط. حمش برضو شوية عشان نجري. في الفريق تلت ما اتشاطه بطلع لنا كلين شيته. ده برضو رقم ضعيف بيباينينا النقطة اللي احمد اتكلم عليها كتير في الحالة الفنية. وان الفريق عنده مشكلة. صغرات. في الدفاع. برضو نشوف الفريق اه فشل في ان هو يحرز اهداف في تلت مبارياته. ده برضو رقم كبير بالنسبة للفشل انك بتقدرش اتكلم على فريق كان بطل فدرالية طبعا. اكيد طبعا. ويه طبعا نشوف برضو الرقم التصويبات اللي تحولت لاهدافنا عشرة في المية رقم ضعيف. في وقت انا بشوف ان التصويبات لنادي النهضة بباركان هيبقى اسلوب اساسي لان فكرة ان هم يختاركوا النادي الاهلي بدنين هتبقى وليلا بسبب عامل السن اللي هيكونا بتتكلم عليه. عايزة نروح بقى لتشارتس المهمة اللي معانا. اه الصورة اللي بعدية عشان فيه رقم مهم جدا جدا عايزة نتكلم عليه. ده توقيتات اهداف نهضة بركان. هنشوف هلاقي ان فعلا. دول التسعين ديئة. نا اه. 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 تسعين ديئة دي هتبقى لها كزا سبب. منها الضربات السابت زي ما احمد قال هي اهداف بعيدة عن البلدنج اوب. لكن اخطر مدة لنهضة بركان في المباراة جماعة الربع ساعة الاخيرة من كل شروط الاول. اي. الربع ساعة الاخيرة من شروط الاول الفريق فعلا بيبقى في كمة اداؤه البدني وفي كمة اداؤه الفني. اولا بيخش قط اللبس ويريح شكر. بيبدو بيقعد من تقريبا الديئة خمسة واربعين لغاية الديئة تمانين اوتوب جيم. الربع ساعة الاخيرة او العشر ده الاخيرة دي دي فيها مخاطرة ليه? لان هو لو متأخر في النتيجة اوتوماتيكلي او طبيعي. هيرمي بكل تقوله. الله واكبر عليك. هيبقى اللي ايه بقى اصلا عندها رد فعل. ان انا عايز اجيب هدف اواجه في المطر. انسى كل حاجة اتقالت هجوم حتى. بزاق فده مش امر فني. تمام. لكن الفني بتاعهم امتى? فيه. من واحدة تلاتين. من واحدة تلاتين غاية نهاية شرط الاول هي دي الفترة اللي احنا محتاجين نبقى في كمة تركزنا فينا. والله والله يا كريم احنا محتاجين نبقى في كمة تركزنا. طب. التسعين ديئة كلها. طب. يعني مش محتاجين نخرج برا التركيز في اي. ومحتاجين دايما وبشوف انه ده قدر الاهلي ان احنا نبقى فاعل. مش رد فاعلة. رد فاعلة طبعا. طيب. طيب. لو نروح بس للتشارت اللي بعد لي هو الجول كونسيدت. بعد دي او. ايوة دي اهم حد. استقبال اه ده توقيتات استقبال الاهداف لفرقة نهض بركز. سيبك من اول اجزاء دي خالص. تعم بص كامل ديئة واحدة سبعين. ديئة اربعين. من واحدة تلت ساعة في مباريات نهض بركز. استقبل ما يقرب من خمسة واربعين في المية. من الاهداف اللي دخلت في ده. معنا ايه. يعني بنتكلم على نص تقريبا. تقريبا. نص الاهداف اللي دخلت في نهض بركز. في مباريات الدوري المغربي. وفي مباريات الكونفادرالية. في التلت ساعة. دخلت فيه اخر تلت ساعة. وده يبقى يلينا النقطة اللي كنا بنتكلم عليها انا واحمد. ان انت محتاج تستنفذ. الباور بتاع الفري ده. عمار سنية كبيرة. مش هيقدروا يصمدوا في التلت ساعة. وزي ما شفنا اه احمد وهو بيشرح على عزيز. اه بس برضو يعني لفت نظري كده من هنا المدقيقة واحد واربعين لدقيقة خمسين اللي هو اه نهاية الشوت الاول وبداية الشوت التاني برضو. اه فيه عدم تركيز. في حالة عدم تركيز. اه الفرقة دخل قط اللبس قربت انها ترتاح. ايه. او لسه بتبدأ شوت تاني. برضو نقطة ممكن. طبعا ممكن. ولكن الاساس من الكلة اللي برضو نقطة مهمة. التلت ساعة الاخيرة. التلت ساعة الاخيرة دي. مهمة جدا ان احنا ان شاء الله بازن الله نستغلها. تمام. طيب نروح لمواطن القوة ومواطن الضعف. تمام. اول حاجة في نقاط القوة طبعا هنتكلم على الهداف الفرقة مين? مين اكتر اسست? مين اكتر صانع اه واحد بيصنع فرص? اول حاجة هداف الفرقة زي ما قلنا الاتنين المهاجمين بتاعهم اللي هو حمدي العشير جايب تلات اهداف ابراهيم البحراوي. لا الارقام نقاط القوة. اه تشكيل. نرجع لنقاط القوة. نلاقي مكتوب نقاط القوة. نقاط القوة نقاط اه. حمدي العشير جايب تلت اهداف. ابراهيم البحراوي جايب هدفين. ده الاكسر تهديفا. اما الاكسر صانع على الفرص. في حمدي يعني الاتنين المهاجمين برضو من اكسر الناس اللي صانعين الفرص. اللي هو حمدي العشير عامل تمن فرص. وابراهيم البحراوي عامل تمن فرص. والزكريا حضراف اللي هو الجناح اللي غالباً بيكون بديل يعني برضو لعب عدد مباراة قليلة بس على مستوى الصناعة كويس جداً اه اه فعال يعني عنده نسبة الفعالية الرغم ان لعب مالعش كتير اللي كمشاركته لكن فعال يعني فترة اللي بيشارك فيها نقدر نقول انه بيشتغل وبيعمل شغل طبعاً بالنسبة للاثنين المهاجمين هتلاقيهم موجودين في الاكسر تهديف وفي الاكسر صناعة دليل ان الكرة دايماً بتتلعب لهم قدام تمرير طولي هم بيتصرفوا بيها يعني ده برضو حاجة مهمة ان انت حيتلعب عليك باثنين مهاجمين فلازم يكونوا عاملين حسابنا في النقطة دي ما انتعتقدش دكتور رحمد بن وارد قدام الاهل يلعب برأس حربة يعني واحد انا اعتقد يعني هو في كل المباريات الاخيرة اغلب مباريات نهة بوركان بيلعب بالاثنين المهاجمين يعني دايماً بيلعب بابراهيم البحراوي وحمد العشير وساعات يخش معهم محسن ياجور حتى في المبارات الكونفدرالية حتى في مبارات النهائية قدام بيرامدز مثلا يعني انا لو تسألني رأيي شخصي انا اتمنى ان الراجل يفتح المباراوي هاجم يعني هو مش مش حكاية يعني فتحة هو هو ممكن خمسة تلاتة اتنين اللي هو مسلاً هيلعب بتلاتة مدافعين وباك يمين وباك شمال وتلاتة ارتكاز منهم مسلاً زي دى كاروشكا صانع العاب voi اتنين مهاجمين او اربعة تلاتة واحد اتنين اللي هي اربعة اربعة اتنين داياموند اللي هي اربعة تلاتة واحد اتنين دي برضو بتأمن انت عندك بيلعب بتلاتة ارتكاز واربعة وراء وصانع ال Mount دا اغلب الطريقة يعني برضو حتة التغيير في الطريقة حتبق بالنسبة له صعبة له برضو يجي الغير الطريقة يلعب الطريقة مختلفة اعتقد ان هو ممكن كمان يعتمد على الخبرات يعني شوفنا زهير العروبي حارس المرمى اللي هو حارس الوداد السابق ده ما كانش موجود اصلا في المباراة يعني دخلوا في اخر مباراة لمحس ان الحارس التاني ضعيف خاصة على مستوى التزديدات وعلى مستوى الدربات السابقة وبيحضروا الماتش الاهلي وبيحضروا الماتش الاهلي نقطة مهمة جدا يعني انت بتتكلم ان هو احنا قلنا ان هم بزيتهم في الدربات السابقة والركنية لكن هم برضو عندهم مشكلة في التعامل مع الدربات السابقة والركنية يعني انا بشوف ان التفاصيل الصغيرة اللي هي الدربات السابقة والركنية هتفرق كتير في المباراة زي دي خاصة ان هي بطولة من مباراة واحدة نكمل الاكثر محاولات الان تراوري اللي كريم اتكلم عنه اللي هو البركنابي اللي هو ممكن يخش يعني لو دخله وحيبقى في وسط الملعب وسعاد بيلعب جناح الان تراوري ده الاكثر تزديد مميز بالتزديدات عام العشرين محاولة ابراهيم البحراوي 16 محاولة شيخ قطارة 13 محاولة نيجي بقى للاتنين التمريرات اللي اتكلمت وقلت عليها مهمة جدا ان انت تضغط عليهم التمريرات الكتير بيبين ان الاتنين دول بيحضروا اكتر دول الخبرات عندك عمر النمساوي اللي هو الباكي اليمين كرته حلوة 646 تمريرة بنسبة دكة 76% واسماعيل المقدم اللي هو المساكي لنحية الشمال اللي هيبقى دور كبير لمحمد شريف في الضغط عليه محمد شريف اه صحي بقاله ست مباراة ما بيسجلش معنادي الاهلي لكن ان شاء الله المباراة دي بازن الله هتكون مفتاح مهم جدا يقدر يستغل كبر السن ويقدر يستغل انصف المساحات الموجودة ويقدر يضحك على المدافعين لما ينزل يسقط ويفضي مساحات في ظهرهم محمد شريف اسماعيل المقدم برضو عامل ستمية تلات ستمية سبعة وتلاتين تمريرة بنسبة دكة تمانين في المائة طب كريم عشان احنا طبعا تكلمنا كهرة وقولنا حاجات وتفصيل كتير جدا خليني يسمع برضو اعلام شوية يعني موجة ناظرك الاعلام في المغرب ازاي تناول المباراة ازاي شايف فرصة نهضة بركان بيربط في المستوى بين المستوى الاداء اللي بيقدمه نهضة بركان في البطول المحلية وخروجه من الكونفيدرالية وبطولته السوبر ولا فيه فصل بين الاتنين لو طبعا السيد فوزي لقجع طبعا الرياضة الاول والاوحد في المغرب بيدعم طبعا فريد ناظر بركان بشكل واضح جدا واعضاك دوها هيحضر المباراة كمان وكل الاخبار اللي جاي من المغرب ان فيه دعم قوي جدا للفريق خصوه طبعا بيلعب النادي الاهلي وعارف ياحمد برضو السوشيال ميديا خلت الناس فعلا يعني تعرف يعني اهلي اي فريق بيجي لعب النادي الاهلي بتشوف اه شكل مختلف حتى في الفترة الاخيرة التصريحات بقت قوية جدا عن قبل كده دي قلاص اسم النادي الاهلي بدأ ينتشر عالميا وافريقيا بشكل كبير جدا وكل عالم دلوقتي بقى عارف مقدار لما تواجه نادي كبيزة نادي الاهلي فالمهاردة كل الدولة المغربية كل اخبار طلع دعم النادي مهاردة بركان عشان كده بقولك اللعيبة تركيزها هيبقى مختلف تماما في ماتش يوم الجمعة عن الفترة الماضية كمان وتفرق تفرق مع العيبة الكرة اول كريم انك تبقى رجلك في الملعب طبع وانت عارف انك ملكش امل في البطولة طبع زي بطولة الدوري يعني انت بتلعب الدوري وخلاص ارقامك رايحة واملك يعني اكبر ااملك انك انت تخص او تحسن ترتيبك غير انك انك انت ترتاع في البطولة اشك نهضة بركان يقدر ياخد اي مركز من الاربع الاوائل ميلحق كم في بطولة محلية صحيح غير انك انت تلعب في بطولة قرية العالم كله بيتباحها اه عندك امل حتى ولو مش كبير قوي بس عندك الامل وعندك الامكانية وعندك الاحتمالية انك انت تتحقق بطولة وعايز اقولك نقطة مهمة جدا وعلى حساب النادي الاهل وعايز اقولك نقطة مهمة جدا ان الاتحاد المغربي كان عنده نفس المشكلة بتاعتنا بتاعة الاجندة الدولية نفس المشكلة احمل وجهها في اليومين دول وتأجيل مبات وهذه الامور الاول قالك هنلعب مؤجلات في نفس الوقت ده كل الاندي اعتر راح انبارح الاتحاد المغربي طلع قرار بيقاف كل مباريات الدور المغربي من الفترة من 31 مايو لغاية 15-6 وهي انتهاء الاجندة الدولية والتالي لعبة نهضة ببكنا عارفين ان بعد ماتش الاهلي فيه ريح اجازة اه فبالتالي كل الناس هتروح الماتش ده وهي مركزة فيه هو بس ما عندهمش اي حاجة تانية شغلة بلا فان شاء الله بازن الله برضو رغم كل ده النادي الاهلي وتوجل بطولة يوم الجورة في نقطة كمان برضو ان اغلب اللعبة دي عايزة تسوق نفسها يعني زي ما حضركم قلتم اغلب اللعبة يعني مش هيوصلوا السنة الجاية مسلا لكونفدرالية ومش هياخده رابع في الدول المغربي فهو قدام اللعبة دي فرصة ان هي تيجي تسوق نفسها هنا في مصر احنا شوفنا بسلا يعني النفسي فريق ممكن نلعب معه مع النادي الاهلي وياخد بطولة في السوبر الافريقي بحيس ان اغلب اللعبة تسوق يعني شوفنا عمر النمساوي ده كان حيروح الانتاج الحربي في السنة اللي فاتت يعني فترة من الفترات مم فاغلب اللعبة برضو يعني برضو كذلك المهاجم برضو قال ان هو اهلاوي بيتمنى ان هو يلعب في الاهلي محسن يجور اه قال ان هو اهلاوي بيتمنى يلعب في الاهلي فترة من الفترات محسن ستة وتلاتين سنة يعني اه اشوف صعب قوي كان قال ان هو كان معروض عليه النادي الاهلي من حوالي خمس سنين ده من زمين اهلاوي فطبعا يعني اغلب اللعيبة اغلب اللعيبة عايزة تسوق نفسها لانها بتلعب قدام النادي الاهلي وبتلعب في بطولة سوبر افريكي فبالتالي طبعا ده حافز كبير ليهم بطولة مباراة من بطولة عكس اللي هم في الدوري مثلا نوعا ما اه الحالة مش 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 معهم كويس لكن عكس المباراة من بطولة بتبقى صعبة جدا يعني ده ده على مستوى اللعبين انا بشوف كمان انه على مستوى الموديل الفني او الجهاز الفني طبعا انه فرصة يعني يمكن يكون ارقامه اه ما كانتش مرضية او ما يعني مشواره ما قدمش فيه اوراعة اماده بالشكل اللي يرضت ومحط نهضة بركان لكن فوزه بطولة زي دي على حساب النادي الاهلي يرفع من اسهمه بشكل كبير جدا وايه قول انا عملت انجاز في فترة قليلة جدا اصلا ان هو ملوش انجازات اصلا اه 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 ملوش انجازات قبل كده صابتها هو كان بيدرب انتحاد طانجا المغربي نختم بالمعدل العام اخر حاجة موجودة معنا تمام المعدل العام تفضل يا جديد فضل فضل المعدل العام بتاع الفرقى بقى هم طبعا اه يعني ده بيتكلم على الاربعتاشر مباراة مع المدير الفني الاسباني جديد تمام اه المعدل الاستحواز بتاعهم عشر دوري واربعة كونفدرالية معدل الاستحواز بتاعهم 51% ده بيأكد ايه ان هما بيسيبوا الاستحواز للخص لأي منافس ليهم بيعتمدوا دايما على اسلوب اللعب المباشر اللي هو التمريرات الطولية اهم رقم معدل التمريرات الطولية 41 تمريرة رقم كبير جدا في الماتش الواحد بيأكد ايه بيأكد ان هو اسلوب لعب مباشر على طول للاتنين الفراودة اللي قدام معدل التمريرات في الماتش الواحد 400 و 3 رقم مش كبير دليل برضو ان هما بيسيبوا الاستحواز معدل الاهداف على المستوى الهجومي هم مش اكوي قوي سبعة من عشرة هدف بس في الماتش معدل الاستيباق لكل مباراة بيستقبلوا هدف الشباك النظيفة ست مباريات من اربعتاشر مباراة معدل المحاولات بيعملوا عشر محاولات في الماتش ده رقم كويس يعني هم يعتبروا على المستوى الهجومي نقدر نديهم تمانية من عشرة مش وحشين لكن الفعالية هي اللي ضعيفة اه الفعالية هي اللي ضعيفة تلاتة واربعة من عشر تلاتة واربعة من عشر بس اللي بيبقوا اه على المرمى اه وبالنسبة بقى للعرضيات العرضيات هم عاملين مية عرضية من الجابهة اليمين اللي فيها عمر النمساوي مية عرضية خاصة ان هم كمان بيلعبوا باتنين مهاجمين فبالتالي الظاهرين دايما بيتقدموا للامام ويعملوا العرضيات لكن عمر النمساوي عاملين الجابهة اليمين مية عرضية الجابهة الشمالي اللي فيها محمد عزيزة عاملين اربعة و سابعين ارضية. طيب يعني الارقام دي بنشوف انه اه فريق برضو اه في بعض مواطن الخطورة كريم. فريق اه يتعمل له اه اعتباره. اه في النهاية انت بتقابل بطل كونفيدرالية وجاي قبلك بشخصية البطل بصرف النظر عن ارقامه واداية وبالتالي هي مباراة بالتأكيد مش اه مش سهلة. وخصوصا ان تسعين دقيقة محدش بيضمن فيه كرة عودتنا وعلمتنا انه ما فيش حاجة فيها مضمونة. وسحيح هو الله اعلم السيناريو نفسه هيمشي ازاي بس نتمنى ان شاء الله وندعي ان احنا نشوف سيناريو ماشي فيه اتجاه النادي الاهلي البداية حتى عشان مقاش فيه ضغط نفسي علينا واحد نتفرض. والله انا بسوف انه اهم طبعا السبعة وان احنا نزود الرقم الخياسي ونبعد عن اقرب المنافسين للنادي الاهلي التطويق ببطولة جديدة تبقى الربعية بدل السلسية لانه السوفر دايما بتحسب على مفترض يعني ومطسط السوفر دي تتلعب دايما قبل ما السيزن الجديد يبتدي بس عشان المؤجلات والمشكلات والكورونا وكده لكن نبقى ربعية بدل السلسية وان شاء الله الخماسية جاية وكمان وده بالنسباني مهم جدا لا يقل اهمية على التطويق ولا على الناحية المعنوية انك تروح تكمل مشوار افريقيا يعني الماتش ده لما تروح بعد وتلعب الترجي وانت بطل السوفر غير لما تروح تلعب الترجي وانت لا تقدر الله وليه اهمية اهمية تانية خالص انت بتاخد نقاط بتضيف لتصنيفك في نادي القرن ان شاء الله الجديد بس بعد انت ما ضمنت نادي القرن بعيد انت كريم بعيد بعيد والمزيد الحقيقة ان شاء الله دايما جمهير نادي الاهلي متعطشة لكل بطولات وان شاء الله نتمناها بطولة افريقية جديدة للنادي الاهلي على حساب نهضة بركان باشكر ضيوفي زملاء العزاء اللي شرفوني النهاردة في السادسة كريم سعيد رئيس يلا كورة بشكرك كريم شرفتنا ونورتنا ودكتور احمد سابت محلل الرقمي بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور احمد شكرا بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة حلقة نهاية الاسبوع وبكرة خدوا بالحضراتكم زي ما تعودتوا وجماهير السادسة عارفة كويس انه جزء من حلقة بكرة مرتبط بالعالمي بكرة عندنا نهاء اليوروبا ليج وهنتكلم كمان على نهاء شامبيونز ليج المرتقب والمنتظر يوم السابت اللي جاي المان سيتي ويتشيلسي منشستر يونيتد فيا ريال في السادسة بكرة معادنا ما تنسوش تابعونا ان شاء الله وتحياتي الكل اللي تابعونا النهاردة